نهارده الكابتن خليب بيبو ومدير الكرة بالنادي الاهلي عمل حركة حلوة حركة محترمة جدا زكاية كمان نهارده استحب لعيب النادي الاهلي لمعسكر منتخب مصر زهر اليوم وعمل جلسة ودية مع الكابتن حسام حسن في حضور الجهاز المعاون واتكلم معاون في كثير من الامور والرؤى الخاصة بالعيب الاهلي اللي بيعانوا من ارهاق والامور اللي كانت مخلية الاهلي مش عايز يبعت اللعيبة بدري وكان بيفهم الكابتن حسام حسن في الوضع عامل ازاي خاصة الاهلي عنده ضغط كبير جدا محليا وقريا ويكلموا بقى على الامور بتاعة الامور البدنية للعابين والمعدلات الاحماء وازاي التعامل معهم الكابتن حسام حسن عشان اللي كان محتاج راحيوم زيادة اللي عنده اصابة عضلية حلوة الكلام ده عجبني القعدة دي وفكرة حلوة ودي تخليك تفهم برضه وتقفل الباب قدام اي كلام ده متقيل النادي الاهلي زي ما بقول دايما يبقى مؤسسة وطنية كبيرة بتهدف تقيمة للمصلحة العامة فنفيش حاجة اسمها انه الاهلي مش هيبعت لعبته الاهلي هيقفوا قدام منتخب مصر وبالتأكيد المنتخب من حقه ياخد اي لعب في اي وقت وفي نفس الوقت بما لا يضر بمصالح الاندية اللي بتلعب ايضا باسمه مصر العلاقة لما بتبقى كده الامور كلها بتبقى سهلة راجل مدير الكورة بتاعنادي الاهلي راجل يعود مع الكابتن حسام حسن مدير الفني لمنتخب مصر والله الوضع واحد اتنين تلاتة فالكابتن حسام حسن هيقول له اهلا متفاهم جدا اللي انت بتقوله طب ما احنا هنتعامل مع اللايبة بشكل معين طب والله اللي عنده مشكلة بدنية فهنحاول نتعامل معها بأحمال معينة سهلة الدنيا سهلة وحلوة والسلام كمالنا بيقى المدير الفني مصري فبيقدر يتفهم الامور دي بسهولة نعرف نتواصل معاه بسهولة نعرف نتكلم معاه بسهولة مدير الفني الاجناء ما يعرفش حد اللايبة معايا انا هعمل فيهم اللي انا عايز وانا هشتغل زي ما انا عايز بس نفيش مانع ان احنا نتكلم مع بعض بهدوء